اشتركوا في القناة تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الثانوية العامة أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تسجيل لمادة الكيمياء لصف الثاني عشر علوم عبر أثير ذاة صوت التربية والتعليم الإذارة التعليمية الأولى من فلسطين التي تبث على موجة 102.1 FM في هذه الحلقة سنناقش الخواص الحمضية والقاعدية لمحالي الأملاح لكن قبل ذلك كان معكم نشاط بيتي لنقم بحله سويا النشاط بيحكي تم إذابت 6.2 جرام من القاعدة A في 800 سنتيمتر مكعب من الماء فتكون محلول بي أحسب الكتلة المولية للقاعدة علما بأن الكي بي تساوي أربعة درب عشر أو السالب أربعة طبعا أي قاعدة ضعيفة واللي عرفنا أنه قاعدة ضعيفة معطينا قيمة الكي بي لها لنكتب سويا معادل التفكك القاعدة A A زائد H2O سهمين متعاكسين A قاعدة حتكتسب بروتون وتصبح A H plus زائد OH minus الآن تركيز القاعدة A الأصلي في البداية مجهول إذن بنفرضه عين وتركيز كل من OH minus والA H plus 0 الآن ننتقل للخطوة التالية التغير في التركيز بمعنى مقدار ما يتفكك من القاعدة A هو السالب سين أما A H plus OH minus فكلاهما موجب سين موجب سين لاحظ وانتبه أن القاعدة الضعيفة تتفكك بنفس النسبة فكلاهما موجب سين موجب سين ناتي الآن إلى الخطوة التالية التركيز عند الاتزان بالنسبة للقاعدة A عين ناقص سين الآن قيمة سين تهمل لأنها صغيرة جداً بالتالي يصبح تركيز القاعدة A عند الاتزان عين أما تركيز الOH minus والA H plus فكلاهما موجب سين موجب سين لاحظ معي أنه في المسألة ماعطينا قيمة الBH تساوي 12 من خلالها بنوجد تركيز الH3O plus ومن ثم طبعاً تركيز الOH minus الBH تساوي 12 إذن تركيز الH3O plus يساوي 10 أسالب 12 أو طبعاً بتعملها على الآلة شفت اللق السالب 12 وتساوي 10 أسالب 12 الآن بنعود بالKW تساوي تركيز الH3O plus ضرب تركيز الOH minus كي ضبله 10 أسالب 14 تساوي تركيز الH3O plus 10 أسالب 12 ضرب تركيز الOH minus إذن تركيز الOH minus تساوي 1 من 100 مول لكل لتر هذا معناته أن نموجب سين تساوي 1 من 100 نكتب الآن قانون ثابت تأيّن القاعدة الضعيفة A كي بي تساوي تركيز الOH minus ضرب تركيز الAH plus على تركيز الA الآن الكي بي معطام 4 ضرب 10 أسالب 4 تساوي تركيز الOH minus وتركيز الAH plus متساويين 1 من 100 لكل تربيع على تركيز الA طبعاً مجهول له عين معناته على الآلة الحاسبة بتطلع معانا عين 25 من 100 مول لكل لتر إذن تركيز القاعدة A يساوي 25 من 100 لكن هو بده الكتلة المولية إلها إحنا بنعرف التركيز يساوي عدد المولات على الحجم عدد المولات يساوي التركيز 25 من 100 ضرب الحجم الحجم عندي 800 سنتيمتر مكعب طبعاً بقسمه على ألف على الآلة طبعاً بده يساوي 2 من 10 مول الآن عدد المولات تساوي الكتلة بالجرام على الكتلة المولية إذن الكتلة المولية تساوي الكتلة بالجرام 6.2 معطينا إياها بالسؤال على عدد المولات عدد المولات 2 من 10 ويساوي 31 جرام لكل مول لنبدأ الآن بالخواص الحمضية والقاعدية لمحاليل الأملاح ما المقصود بالملح؟ الملح هو مادة آيونية تنتج من تفاعل الحمض مع قاعدة وهي تتفكك بالكامل انتبه جيداً تتأين بالكامل أي تتفكك بالكامل طبعاً المقصود بذلك أنه أنا لما بدي آجي أكتب معادة للتفكك أي ملح حنمثل معادة فكك بسهم واحد فقط لنأخذ مثال على ذلك مثلاً تفاعل القاعدة هيدروكسيدو الصوديوم N-E-OH مع حمض الهايدروكلوريك HCL الآن N-E-OH زائد ال-HCL طبعاً سهم بيعطينا ملح كولوريديو الصوديوم N-E-CL زائد H2O مثال آخر القاعدة N-H3 مع الحمض HCL سهم واحد بيعطينا ملح كولوريد الأمونيوم N-H4CL طبعاً السؤال اللي بيسألوه طلبة دائماً كيف بيدي عرف أنه المادة الموجودة عندي هل هي ملح أم حمض أم قاعدة طبعاً احنا بنعرف الأحماض وذكرناها سابقاً وبنعرف القواعد بالنسبة للملح دائماً المادة لا تبدأ بـ H ولا تنتهي بـ OH باستثناء طبعاً الـ H-C-O-O-N-E فهو عبارة عن ملح إذن الملح دائماً لا يبدأ بـ H ولا ينتهي بـ OH باستثناء ملح الـ H-C-O-O-N-E هنتعرف عليه لاحقاً لننتقل الآن إلى مفهوم تميه الأملح هو قدرة بعض آيونات الأملح على التفاعل مع الماء وإنتاج آيونات الـ H-O-O-O-O-O-S أو آيونات الـ H-O-O-C-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O ونرى كيفية التعرف على سلوك الملح NACL ملح كولوريد الصوديوم طبعا كيف عرفت انه هذا ملح ما بدا طبعا بH ولا انتهى بOH اذا على طول هو عبارة عن ملح اول خطوة هعملها حكتب معادل تفكك هذا الملح في الماء ال NACL ركز جيدا سهم واحد فقط على السهم هنضع الماء انتبه معادل تفكك الملح تشبه تماما معادل تفكك القواعد القوية في حالة القواعد القوية كنت احط على السهم ال H2O طبعا الناتج عندي انا هان حيكون NE موجب زائد CL اليك هذه القاعدة الهامة اللي عليه شحنة موجبة دائما حمض مرافق واللي عليه شحنة سالبة قاعدة مرافقة يعني NE بلص حمض مرافق والCL قاعدة مرافقة الان NE موجب هو حمض مرافق اسأل نفسك هو حمض مرافق لمن؟ اكيد حيكون له قاعدة الان بدنا نعرف هذه القاعدة هل هي قوية ام ضعيفة اذا كانت قوية فهذا الحمض المرافق ضعيف اما اذا كانت ضعيفة فهذا الحمض المرافق قوي يعني كل مركب بيعطي عكسه في النوع والقوة لنرى ذلك روح كده مع بعض على الهامش الان اي موجب اضفلها او اتش ماينس فتصبح ان اي او اتش هذه قاعدة قوية اذا مباشرة الان اي بوزيتف بيكون حمض مرافق ضعيف لننتقل الان الى السي ال ماينس قاعدة مرافقة اسأل نفسك قاعدة مرافقة لمن احسنتم لحمض الان بدنا نعرف هل هذا الحمض قوي ام ضعيف فاذا كان طبعا ضعيف فهتكون هذه القاعدة المرافقة قوية واذا كان قوي فهذه القاعدة المرافقة هتكون ضعيفة لنرى ذلك روح على الهامش وانضيف للسي ال ماينس اتش بلاس فتصبح اتش سي ال هذا حمض قوي اذا على طول مباشرة السي ال ماينس قاعدة مرافقة ضعيفة الان انتبه واركز الان اي بلاس حمض مرافق ضعيف والسي ال ماينس قاعدة مرافقة ضعيفة ودائما الضعيف لا يتميه في الماء بالتالي لن يتأثر تركيز كل من الاتش ثري او بلاس والاو اتش ماينس في المحلول يعني البي اتش هتبقى كما هي يعني تساوي سبعة اذا سلوك هذا الملح هو متعادل اذا هذا الملح متعادل لنأخذ مثال اخر كي ان او ثري ملح نترات البوتاسيوم بدنا نعرف سلوك هذا الملح اول خطوة حكينا بنكتب معادل تفكك هذا الملح كي ان او ثري ساهم واحد فقط على ساهم حضاء اتش تو اوم بيعطينا كي بلاس زايد ان او ثري ماينس قلنا اللي بيحمل شحنة موجبة هو حمض مرافق دائما واللي بيحمل شحنة سالبة الان او ثري ماينس هو قاعدة مرافقة لنبدأ الان بالكي بلاس اسأل نفسك هو حمض مرافق لمن احسنتم لقاعدة بدنا نعرف الان هل هذه القاعدة قوية ام ضعيفة اروح كده على الهامش ونضيف لا الكي بوزيتف او اتش ماينس فتصبح كي او اتش هذه قاعدة قوية اذا على طول الكي بلاس هو حمض مرافق ضعيف لننتقل الان الى الان او ثري ماينس قاعدة مرافقة اسأل نفسك قاعدة مرافقة لمن احسنتم لحمض بدنا نعرف الان هل هذا الحمض قوي ام ضعيف اروح كده على الهامش ونضيف للان او ثري ماينس اتش بلاس فتصبح اتش ان او ثري هذا حمض قوي اذا على طول الان او ثري ماينس قاعدة مرافقة ضعيفة الان انتبه واركز جيدا الكي بلاس حمض مرافق ضعيف والان او ثري ماينس قاعدة مرافقة ضعيفة والضعيف لا يتميه بمعنى تركيز كل من الـ H3O plus والـ OH minus لن يتأثر فتبقى قيمة الـ BH تساوي 7 إذن هذا الملح سلوك متعادل إذن نحكي استنتاجها مجدا الأملاح المتعادلة هي الأملاح التي تنتج من تفاعل حمض قوي مع قاعدة قوية وبالتالي الـ BH لمحالية تساوي 7 لننتقل الآن إلى الأملاح القاعدية كيف بدنا نعرف أن الملح الموجود عندي هو ملح قاعدي يعني الـ BH أكبر من 7 لنأخذ مثال على ذلك CH3COONE هذا إذن وات الصوديوم بدنا نعرف سلوك هذا الملح أول خطوة حدعملها حنكتب معادرة فكوك هذا الملح في الماء CH3COONE ساهم واحد فقط وعلى ساهم حضاء H2O بيعطينا CH3COO- زائد الأن أين بوزيتيف انتبه هو عادة الجزء الموجب بيكون على اليسار وعلى اليمين الجزء الموجب لكن هنا في هذا المركب العضوي الجزء السالب هو آيون الإثانوات بيكون دائما على اليسار احفظها عن ظهر قلب الجزء السالب هو عبارة عن آيون الإثانوات هو اللي بيكون على اليسار قلنا اللي بيحمل شحنة موجبة هو حمض مرافق يعني ال-N-E موجب هو حمض مرافق واللي بيحمل شحنة سالبة قاعدة مرافقة إذن CH3COO- هي قاعدة مرافقة لنبدأ الآن بالقاعدة المرافقة CH3COO- اسأل نفسك هي قاعدة مرافقة لمن أحسنتم لحمض بدنا نعرف الآن هل هذا الحمض قوي أم ضايف بنروح كده على الهامش وبنضيف إلو H بلاس فتصبح CH3COOH هذا حمض ضعيف حمض الأسيتيك إذن على طول حيكون عندي CH3COO- قاعدة مرافقة قوية لأنه كما قلنا سابقا كل مركب يعطي عكسه في القوة الضعيف بيعطي قوي والقوي يعطي ضعيف لننتقل الآن إلى ال-N-E positive حمض مرافق اسأل نفسك حمض مرافق لمن؟ ممتاز لقاعدة نعرف الآن هذه القاعدة قوية أم ضايفة بنروح كده على الهامش وبنضيف OH- فتصبح N-E OH هذه قاعدة قوية إذن ال-N-E positive هو حمض مرافق ضايف الآن انتبه الضعيف هنا لا يتميه فخلاص سيبك منه نأتي إلى القاعدة القوية القاعدة القوية اللي هي CH3COO- هي التي تتميه شو معنى تتميه؟ أي أنها تتفاعل مع الماء إذن نخذها كده لحالها ونكتب في سطر جديد معادة لتفاعلها مع الماء CH3COO- زائد H2O ساهمين لاحظ معا كده CH3COO- قاعدة إذن حتكتسب بروتون من الماء وتصبح CH3COOH زائد OH- الآن انتبه وركز طالما نتج OH- يعني حيزداد تركيز أيون الهيدروكسيد في المحلول يعني ال-BH حتزداد لأن العلاقة بينهم طردية إذن حتصبح أكبر من 7 إذن المحلول قاعدي يعني الملح CH3COO- يسلك سلوك قاعدي لنأخذ مثال آخر N-E-F بنا نعرف سلوك هذا الملح أول خطوة بكتب معادة للتفكك هذا الملح في الماء N-E-F ساهم واحد على الساهم بكتب H2O بيعطينا N-E positive زادي ال-F minus قلنا اللي بيحمل شحنة موجبة هو حمد مرافق يعني ال-E positive حمد مرافق اللي بيحمل شحنة سالبة قاعدة مرافقة إذن ال-F minus قاعدة مرافق الآن اللي نبدأ بال-E positive حمد مرافق اسأل نفسك حمد مرافق لمن؟ أحسنتم لقاعدة بنا نعرف هذه القاعدة لي قوية أم ضعيفة بروح كده على الهامش وبضيف إليها OH minus فبتصبح N-E OH هذه قاعدة قوية ودائماً أي مركب بيعطينا عكسه قوي بيعطي ضعيف إذن ال-E positive حمد مرافق ضعيف لننتقل إلى القاعدة المرافقة F minus اسأل نفسك هي قاعدة مرافقة لمن؟ ممتاز لحمد بنا نعرف هذا الحمد قوي أم ضعيف نروح كده على الهامش ونضيف إليه H plus فيصبح HF هذا حمد ضعيف إذن على طول قاعدة مرافقة قوية لأنه كما قلنا كل مركب يعطي عكسه الآن ننتبه ال-E positive حمد مرافق ضعيف أي لا يتميه إذن سيبك منه إذن ننتقل الآن لـ F minus قاعدة مرافقة قوية أي تتميه أي تتفاعل مع الماء إذن ناخدها لحالة كده وفي صفر جديد ونكتب معادلة تفاعلها مع الماء F minus زائد H to O ساهمين متعاكسين الآن F minus قاعدة يعني حتكتسب بروتون وتصبح H F زائد O H minus انتبهوا ركز طالما تكون O H minus إذن حيزداد تركيز آيون الهايدروكسيد في المحلول يعني ال-B H هتزداد لأنه العلاقة بينهم ترطية يعني تصبح أكبر من 7 إذن المحلول عندي قاعدة يعني الملح N F يسلك سلوك قاعدة إذن نحكي استنتاجها مجدا الأملاح القاعدية هي الأملاح ضعيف ركز أملاح قاعدية يعني هتكون عند القاعدة قوية وملح ضعيف وبكون ال-B H لمحالي لها أكبر من 7 لننتقل الآن إلى الأملاح الحمضية كيف بدي عرف إنه الملح الموجود عندي هل هو ملح حمضي أم لا يعني ال-B H إله أقل من 7 إذن نأخذ مثال على ذلك ملح كولوريدي الأمونيوم NH4CL بدنا نعرف سلوك هذا الملح أول خطوة بعملها بكتب معادة تفكك هذا الملح في الماء NH4CL سهم واحد فقط على السهم بضع H2O بيعطيه لـ NH4 بوزيتيب زائد CL- قلنا اللي بيحمل شحنة موجبة حمض مرافق يعني ال-NH4 موجب حمض مرافق ال-CL- بيحمل شحنة سالبة إذن قاعدة مرافقة الآن نبدأ بال-NH4 موجب حمض مرافق اسأل نفسك حمض مرافق إقليما أحسنت لقاعدة بنا نعرف الآن هل هذه القاعدة قوية أم ضعيفة روح كده على الهامش حتى نشوف ركز معي جيدا في هذا الجزء الآن ال-NH4 موجب هو عبارة عن حمض مرافق لديه H بلس الآن لما بدي أحصل على القاعدة بعته لأنه عنده H فبقوم بنزع هذه H بلس إذن القاعدة بعته هي عبارة عن ال-NH3 هذا الكلام سابقا حكينا عند شرح بلونست دلوري ركز جيدا بالنسبة لل-NH4 بلس ما بروحش أحط OH مانس لأنه في عنده أصلا H بلس إذن معروف دائما ال-NH4 بلس هذا عبارة عن حمض مرافق قاعدته دائما هي ال-NH3 طب لو أنا حطيت OH هيطلع معك صح بس علميا بيكون إجابتك إلها لو كانت في اختر الإجابة الصحيحة حيكون غلط الحمض المرافق القاعدة المرافقة دائما لل-NH4 بلس هي ال-NH3 طيب الآن ال-NH3 قاعدة ضعيفة إذن مباشرة ال-NH4 بلس حمض مرافق قوي لننتقل الآن إلى القاعدة المرافقة CL- اسأل نفسك هي قاعدة مرافقة لمان ممتاز لحمض بدنا نعرف الآن هذا الحمض هل هو قوي أم ضعيف روح كده على الهامش ونضيف إلو H بلس فيصبح HCL هذا حمض قوي إذن بالتالي على طول هذه القاعدة المرافقة ضعيفة الآن انتبه جيدا ال-NH4 قاعدة مرافقة ضعيفة أي لا تتميه إذن بسيبني منها بروح لل-NH4 موجب هذا حمض مرافق قوي أي تميه يعني حيتفاعل مع الماء إذن نكتب معادلة تفاعلها مع الماء في خطوة جديدة في سطر جديد NH4 بلس زايد ال-H2O ساهمين الآن ال-NH4 بلس هذا عبارة عن حمض مرافق بمعناته حيثقد بروتون ويصبح NH3 زايد H3O بلس انتبه وركز جيدا طالما تكون H3O بلس إذن حيزداد تركيز آيون الهايدرونيوم في المحلول يعني ال-BH حتقل لأن العلاقة بينهم عكسية أي تصبح أقل من 7 إذن المحلول حمضي يعني الملح الموجودة عندي NH4CL يسلك سلوك حمضي إذن نحكي استنتاج هام جدا الأملاح الحمضية هي الأملاح التي تنتج من تفاعل حمض قوي مع قاعدة ضعيفة وبالتالي يكون ال-BH لمحالي لها أقل من 7 معناته من خلال الشرح بس تنتج أنه سلوك الملح المتعادل أو الحمض أو القاعدة لمحلول الملح يعتمد على مصدر الأيونات المكونة له يعتمد على مصدر الأيونات المكونة لهم الآن انتبه وركز معي في هذا الاستنتاج إلهام جدا بالنسبة لترتيب المركبات حسب قيم ال-BH هنعمل كده مخطط بضم كل القواعد القوية والقواعد ضعيفة والأملاح القاعدية والأملاح المتعادلة أو المركبات المتعادلة في عندي أيضا بضم الحموض القوية والحموض الضعيفة والأملاح الحمضية لنبدأ بأعلى شيء أعلى بي اتش دائما يكون لقواعد قوية دائما أعلى بي اتش يكون لقواعد قوية هذه القواعد القوية تكون أكبر من القواعد الضعيفة وتكون أكبر من الأملاح القاعدية بعد كده بيجي عندي البي اتش تساوي 7 يعني المحلول متعادل هذا المحلول متعادل بيكون أكبر من الملح الحمضي بيكون أكبر من الحمض الضعيف أكبر من حمض قوي مرة أخرى البي اتش لقاعدة قوية أكبر من قاعدة ضعيفة أكبر من ملح قاعدي بعد كده بي اتش تساوي 7 يعني متعادل أكبر من ملح حمضي أكبر من حمض ضعيف أكبر من حمض قوي لنحل سويا تمرين 13 فرع 2 من الكتاب المدرسي تمرين 13 فرع 2 من الكتاب المدرسي طبعا على هذا الاستنتاج الهام بحكي رتب المحاليل المائية للمواد التالية المتساوية في التركيز حسب تزايد الرقم الهايدروجيني ومعطيني NaOH NH4CL HNO3 NaCl KCN نتطلع كده مع بعض على المواد لاحظ معي الـ NaOH هذه قاعدة قوية معناته أحسنتم إلها أعلى بـ H طب ونتطلع كمان مرة حنلاقي الـ HNO3 حمض قوي إذن له أقل بـ H إذن هي طلعت حمض قوي وطلعت قاعدة قوية بقيت المواد لاحظ معي الـ KCN والـ NaCl الـ NH4CL هذه هي عبارة عن أملاح بدنا نعرف سلوك هذه الأملاح حتى نستطيع أن نرتبها هل هي ملح حمضي؟ ملح قاعدة؟ أم ملح متعادل؟ ناخدها كده على جنب ونعرف سلوكها هل هي حمضي؟ طبعاً أم قاعدة؟ أم متعادل؟ طبعاً أنت حت أخذها؟ وحتتبع نفس الخطوات اللي عملناها سابقاً حتلاقي التالي إنه الـ NH4CL هو ملح حمضي الـ NaCl ملح متعادل؟ دائماً تذكر ملح كلوردة الصود ملح الطعام هو ملح متعادل الـ KCN ملح قاعدة طالما عرفت السلوك إذن أرتبهم كده مع بعض الـ NaOH هذي أعلى بـ H طبعاً أكبر من الملح القاعدة KCN أكبر من الملح المتعادل الـ NaCl أكبر من الملح الحمضي الـ NH4CL أكبر من الحمض القوي HNO3 إذن ترتيب إله اعتمد على القواعد القوية أكبر بـ H الحمود القوية أقل بـ H بعد القواعد القوية تيجي عندي القاعدة ضعيفة إذا ذكر لي طبعاً إنه هذي قاعدة ضعيفة ذكر لي قيمة الـ KB بعد كده الأملاح القاعدية بعد كده طبعاً المتعادل بعد كده بيجي عندي ملح حمضي ثم ملح بعد الملح الحمضي بيجي عندي الحمود القوية طبعاً بهك أعزائي الطلبة بنكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في النهاية أشكركم على حسن الاستماع كنت معكم دكتورة تغريد جواد الصيام مدرسة دلال المغرب الثانوية ألف أترككم في رعاية الله وأمنه فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة برنامج التفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز كنتم مع شرح مفصل لمنهاج الصف الثاني عشر الفرع العلمي ومبحث الكيمياء شكراً لإصغائكم ونلقاكم بإذن الله في الدروس القادمة مع تحيات إذاعة صوت التربية والتعليم اشتركوا في القناة